لفتت الفنانة الكويتية هودا حسين الأنظارة بمجموعة من الصور التي نشرتها في حسابه الشخص على تطبيق تبادل الصور انستجرام حيث اعتمدت نجمة مسلسل النجية الوحيدة نيولوك بإطلالة برونزية أبرزت جمالها وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة هودا حسين الجديدة هذه وطلقت عليها كثير من التعليقات التي أشادت بجمالها وأنوثتها وكان من بينها تعديت الجمال والله محروسة من عين الناس وبدورها عادت الأعلامية الكويتية مي العيدان نشر صور هودا حسين هذه عبر صفحتها الخاصة على انستجرام وعلقت بالقول هودا حسين نيولوك جدا جميل إلا أن تعليقات المتابعين عبر صفحة مي العيدان تناولت تشبيه هودا حسين بإطلالتها الجديدة هذه لعدد من النجمات كان من بينهن نور الغندور ونادين نسيب نجيم وأمل العوضي وجاء في التعليقات كأنها نور الغندور وفي تعليق آخر عبالي أمل العوضي وقال أحدهم ندين نجيم صارت تجزر الإشارة إلى أن هودا حسين تشارك في بطولة مسلسل الناجية الوحيدة ضمن الموسم الرمضاني الحالي إلى جانب كل من جمال الردهان لمياء طارق محمد العلوي وفاطمة الطباخ وهو من تأليف مونة النوفلي ومن إخراج هي عبد السلام وإنتاج شركة إيغلفينز يذكر أن الحلقة الأولى من الناجية الوحيدة شكلت تضمن الجمهور بمشهد النهاية الذي أظهر حريق في منزل هودا حسين مفتعل من قبلها وأودى بحياة أولادها الثلاثة وزوجها الذي على الأغلب قتل قبل الحريق بطريقة غامضة وهو ما أثار التساؤل أيضا إذا ما كانت الحلقات القادمة ستكون فلاشباك عن الأحداث أما سيكون الحريق هو بداية القصة وحسم الجمهور مصير مسلسل الناجية الوحيدة واتفق الأغلبية عبر تويتر على أن العمل يعتبر من بين أفضل عشرة أعمال في الخليج لموسم رمضان 2021 ورأى جمهور السوشيال ميديا أن هودا حسين في كل مرة تقدم فيها دورا جديدا تبهر متابعها باختياراتها لأدوارها وللقصص المختلفة جدا لا سيما وأن الناجية الوحيدة قصته تحمل غموضا غير معتاد رؤيته في المسلسلات الخليجية ترجمة نانسي قنقر